الله! بس يوسف بي بي سي النطقة بالانجليزية غير بي بي سي النطقة بالعربية يا راجل! هيا اتشاهد دائماً بي بي سي النطقة بالعربية تتحدث دائماً عن الحريات في العالم العربي حق الإنسان في حرية الرأي والتعبير والنشر إلخي 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 بجد! أيوة بجد! هو أنت يوسف ما بتتبعش؟ لأ أنا بتابع بس أن الحقيقة بشوفه أنه كأنه إعلام عدو نطق باللغة العربية لأن أنا عندي تحفظات كتير لأ سيبنا من تحفظاتك يا يوسف طب ما تيجي أقول لك إيه رأيك في بي بي سي دعاة الحرية اللي بيحققوا مع الصحفيين بتوعهم اللي بيشتغلوا جوة مؤسستهم لمجرد أنهم أبدوا تعاطفاً مع القضية الفلسطينية خد بالك أنا جايب لك هنا وده الحقيقة يهلك من الدحك هارتس صحيفة صهيونية من الداخل نشرة ده أما المركز المصري الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فيدين قرار هيئة الإداعة البريطانية بي بي سي لأنها تحقق مع ستة من صحفييها العرب في مكتب القاهرة وفي مكتب بيروت طبعاً ده بالإضافة لوقف التعامل مع صحفية أخرى مستقلة بدعوة أن لها نشاطاً متحيزاً لفلسطين على مواقع التواصل وأن هذا يخالف الإجراء أو أن هذا الإجراءات تخالف المادة 19 من الإعلام العالمي لحقوق الإنسان لازم حقوق الإنسان في النص برضو خد بالك ما أنت لو ما حطتش حقوق الإنسان في النص يبقى أنت كده بقى الله هتبقى مرمى هتبقى في مرمى النيران فلازم أقول أنه ده حقوق الإنسان بتقول أنه لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير وأن المادة 120 من قانون العمل المصري خد بالك والخاضعين لي الصحفين المصريين اللي في مكتب بي بي سي القاهرة ما أنه لازم أحط لك حقوق الإنسان بشان حقي هو أنت مش طول الوقت بتقول لي حقوق الإنسان طب أنا كمان لازم أقول لك حقوق الإنسان يا أخي أنت بتقول لي نحن ندافع عن حقوق الإنسان في حرية الرأي والتعبير أقول لك وأنا كمان أنا كمان من حقي أن أنا أتمسك بالمادة 100 المادة 19 من الإعلان بتاع حقوق الإنسان أنا من حقي أتمسك بالمادة 120 من القانون بتاعي حقي هو أنا مش من حقي أتمسك بالقانون ولا إيه هل أنا مش من حقي أتمسك بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومواده ولا إيه انت بس من حقك وانا لأ تسمح لنفسك وتحجر علي بأمرت ايه القانون بقى بتاعنا هنا على الارض المصرية انا ما بكلمكش على حاجة على الاراضي البرطنية على الاراضي المصرية جمهورية مصر العربية اهلا بكم انا القانون بتاعي يحول دون استهداف الصحفية واستهدافهم على عدة اوجه وعلى رأسها الرأي السياسي ممنوع وكذلك ممارسة صفة ممثل للعمال او سبق ممارسة هذه الصفة اذا اللي عملته بي بي سي هو خرق القوانين العمل اللي في مصر والقوانين المهنية المتعلقة ده ادي واحد اتنين اللي عملته بي بي سي هو خرق الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومدته رقم 19 اللي عملته بي بي سي اللي عملته بي بي سي هو الخرق الواضح لمعايير المهنية اللي هم بيقولوها اللي عملته بي بي سي هو الخرق الحقيقي لكل ما تدعو اليه بي بي سي عن طريق اعلامها وبرامجها وصحفيها طول الوقت انتو وقعتوا في المحزور وفي الفخ اللي انتو نصبتول غيركو هو هو اللي عملته بي بي سي عملتهم برحسيئا ان زي معرضنا قدام حضراتكو الاخ العمال بيكلم المراسلة اللي موجودة هناك واحد عمال بيدلها التعليمات انباطحوا عايز علامات الخوف الرهبة التوتر القلق عايزة كنت بتتكلمي اسفازك تبقى متلاحقة انا عايز المشاهد لما يشوفي كيحس ان فيه قلق وفيه خوف وانك انت متعرضة لخطر داهم وانه هناك قصف فلسطيني واصل الفلسطين بيهددوكم ورعبنكم الى اخره تبقوا بيصورونا فيلم رعب شيء غريب جدا جدا يتحس اللي هو الله هو ده ايه ده بلاك هوك داون ده ولا ايه لا مش بلاك هوك داون ده مشهد عاملة سي ان ان بي بي سي بتحقق مع الناس عشان بتقول رأيها ده فيلم لا 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 ده مش فيلم ده حقيقة طيب